على الأتمان المعمولة بها حاليا ضخات تسعاد المليار لفائدة المكتب الوطني الماء الصالح للشرب بش مرتفعوش الأسعار مجموعة من القطاعات والنقل إلى غير ذلك لن يسعى الوقت اللي تدخلي في تفاصيلها الآن فيما يخص غاز البوطان اللي كيف قلنا دائما ولا بدنا نذكر بأرقام مهمة الدولاء من 2015 ل2023 خصة 111 مليار نتعدرهم لدعم غاز البوطان لم يستفيد 20% من الفقراء إلا بزوش فاصلة 5 مليار سنويا إلا 14% من هذه الحصة في حين يستفاد 20% اللي عندهم الإمكانات من أكثر من 27% من هذا الدعم السؤال هل نستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين ودوي القدرة الشرائية؟ أو لا نوفروا هذه الهوامش ونعطيوها مباشرة لأولئك الذين يحتاجونها هذه الطبقات اللي تكلمت عليها اللي هي 3.6 مليون من الناس ستوصلوا هذه السنة بـ 25 مليار نتعدرهم وقد يمشيوا في سنة 26% لـ 29 مليار نتعدرهم وأعتقد بأننا مطالبون لتوفير هوامشة أخرى يتم توجيهها بشكل أدق نحو هذه الفئات الآن ما عرفه غاز البطال اليوم ليست حريراً لأسعاره هو فقط إضافة عشران تعدرهم في التمال خاصة نعرف بأن البطال اليوم تمال حقيقين تاعها هو 88 درهم معناها أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بكتر من 35 درهم للقنانة الواحدة وعن ما تم الترويج له من علاقة هذا الموضوع بزيادات محتملة في مجموعة من المواد لابد أن نبرز الحقائق كما هي دولة خصصة عشران المليار تعدرهم لتوفير القمح بأتمانه الحقيقية وبالكميات الضرورية ولهذا السبب قال خبز في التمنتع وغايب في التمنتع دون أي ارتفاع ودون أي علاقة بين الموضوعين شكراً